سنبني العراق بكل التأكيد سنبني العراق بالتعاون سوية ولكن نبديه بالصدق وليس بالمزايدات والأكاذيب لن أكذب لأجل العراق وفوق كل اعتبار تخرج الجرأة في أول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الجديد بحديث صريح لا غطاء فيه على أحد أما الخوف فلا ما كان له في قموس رجل يكشف عن تهديد واغتيال صراحة مطلقة كان الشارع العراقي تعطش لسماعها لكن الرجل الأول في حكومة أنهت تشكيل حقيبتها بشكل مكتمل قبل أسبوع فقط وضع النقاط على الحروف أنا ربحنا الموصل والأجهزة الاستخبارية الزورية كثبت أكثر من تقرير أنها مهدد بالاختيار من الموصل لا تروح قلت لا ولا أروح عملية التخويف والابتزاز شوفت مثل قهوياي حقيقة لأن أنا جاي بهدف واحد هو خدمة بلدي وشرف تم تحميلي أنا مستعد إليه الأجواء التي أدخلها الكاظمي في حديثه حملت وجع نساء الرميثة والسماوة حيث الفقر شعار يضرب به الترهل الإدارية أكثر الرسائل التي يضعها كأولوية في العمل لأجل المواطن العراقية إلى جانب علاج الفساد في الصحة والتعليم والصناعة والزراعة ماذا أقول لابن البصرة والعمارة والناصرية والنجف والله خجلت قسم بالله قسم بالله خجلت أخجل إذا ذكرت نساء الرميثة أخجل أقول يا قاعد نشقوا بالعيني عيب بهذه الروحية نحتاج أن نحس في عالم الآخرين مدنة بالجنوب مدنة محرومة محرومة في زمن صدام والآن صارت مع الأسف في أحد ضخايا صدام حسين محرومة مرتين وتحت عنوين براقة وشعارات ووعود كفى الشعب العراقي يستحق السلام والهدوء كفى دم يتسع الخرق على الراتق لكن في الجعبة مزيد من تحديات ووعود على رأسها الحفاظ على رواتب المتقاعدين مع ضبط عيار التمويل وحقوق المتقاعد الذي يستحق عن غيره هذه رسائل لم تقل وزنا عن رسائل وجهها الكاظمي لأطياف سياسية لا يعجبها حديث الرجل اليوم أو ربما تريد النأي بنفسها عن العراق يجب أن نهتم بالقطاع الخاص القطاع الخاص هو من يهض بالدولة نحن نظامنا ديمقراطي والنظام الديمقراطي يحتمد على الاقتصاد حر والاقتصاد الحر يحتمد على القطاع الخاص القطاع الخاص نمي يأخذ أي دور لحد هذه اللحظة لأن القطاع الخاص موجود هو فقط لغرض استنزاف ثروات البلد عن طريق الكميشينات والفساد الفساد ستكون هناك له حصة في هذه الحكومة محاربة الفساد ولكن بالوقت المناسب نحن نحدث ساعة المعركة وليس الآخر ينجرون لها لطالما أن حكاية تعاقب الويلات في العراق مستمرة فرئيس الوزراء لم يأتي في أفضل حال لكنه جاء يرفع شعار إنقاذ العراق اقتصاديا واجتماعيا ناهيك عن السيادة التي كرر قولها كلازمة ثابتة لازمة يؤكد الرجل الهادئ المتزن بحديثه لكن برسائل ساخنة يؤكد أنها الأولى والأخيرة في حسابات حكومته السيادة العراقية أولا السيادة ثم السيادة ثم السيادة ننفرض بسيادة العراق ترجمة نانسي قنقر